السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في هذا الفيديو سأقدم لكم تعبير عن فوائد الرياضة أتمنى أن ينال إعجابكم وقبل ذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يسلكم كل جديد وهذا فضلا وليس أمرا إذن هذه المقدمة الرياضة هي جهد بدني يمارسه كل الناس يوميا كبارا كانوا أو صغارا إذن كبارا وصغارا ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لكثير منه أي لكثير من الناس نظرا لقدرته على تحقيق أهداف عديدة إذن هذا بالنسبة للمقدمة أما العرض للرياضة أنواع عديدة ومختلفة منها السياحة وركوب الخيل والمشي والجري ونط الحبل ورفع الأتقال إلى غير ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أبنائكم السباحة والرماية وركوب الخيل تتميزوا الرياضة بتأثيرها الإيجابي على الصحة وعلى الناحية الإجمال الجمالية لجسم الإنسان حيث تعمل على تحقيق الدات والترفيه والتسلية وتساعد على تنشيط العقل وتعزيز الذكاء وإنقاص الوزن الزائد في الجسم وتقوي جهاز المناعة تحافظ على صحة وسلامة القلب تنشيط الدورة الدموية وتقلل معدد الكوليستيرول الضار في الجسم وبالتالي تقي الشرعين من الإصابة بالتسلب كما تحد الرياضة من مخاطر الإصابة بالجلطات القلبية والدموية تلعب الرياضة دوراً كبيراً في تحسين عمل جهاز تنفسي وتؤخر ظهور علامات التجاعد والشيخوخة وتحافظ على العظام قوية إضافة إلى أنها تحد من مخاطر الإصابة بأمراض أسرة مختلفة كما تعلم أي الرياضة الفرد قيم التعاون والتحلي بالروح الرياضية فتجعل الشخص راقياً ومثقفاً يحترم الآخرين ويدرك حسن التصرف والتعامل أما الخاتمة فنقول ممارسة الرياضة تجعل الروح أكثر خفة والجسد أكثر صحة وتنمي العقل والجسم فهي سلح ضد الأمراض وفي الأخير أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر